رزب الدجاج يصنع ثمن أكواب المكونات ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي كوب واحد من البصل مخسول ومقشر ومفروم ثنين عدد طماطم روما مخسولة ومقطعة رطل واحد من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم مقطعة إلى نصفين نصف ملعقة كبيرة بذور كراوية ملعقة صغيرة ملح اختياري مكعب ملعقة دجاج اختياري كوبان ونصف من الماء كوب أرز بسمتي غير مطبوخ منقوع لمدة ساعة ومصفة ثلثين من الكوب من فاصولية البنتو المطبوخة مسبقا حبة بطاطس مخسولة ومقشرة ومقطعة إلى أرباء التعليمات اخسلي اليدين بالماء والصابون اخسلي وحضري الخضار سخني ملعقة كبيرة من الزيت في قدر كبير على نار متوسطة يضاف البصل ويضهى حتى يصبح طريا ومكرملا اضيف الطماطم والدجاج وبذور الكراوية يتبل بالملح ومكعب المرقح حسب الرغبة حركي اضيف الماء والأرز والفاصولية والبطاطس انتظري حتى يغلي بمجرد الغليان خفف الحرارة إلى متوسطة منخفضة وتركيها مغطات لمدة 45 دقيقة او حتى ينضج الأرز والبطاطس قوم بتقطيع الدجاج قبل تقديمه للرضع والأطفال الصغار قوم بتخزين بقايا الطعام في حاوية مغلقة في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام ملحوظة قوم بتحضير هذه الوصفة في طنجرة الضغط يضحى على نار عالية لمدة ثمان إلى عشر دقائق ترجمة نانسي قنقر